بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب طبعا على نحو الإيجاز القرآن الكريم تارث يقول الذي عنده علم الكتاب بأسره وأخرى يقول الذي عنده علم من الكتاب طبعا الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بالبرخية وصي سليمان سلام الله عليه وعلى نبينا وآله الذي عنده حرف واحد من السر الأعظم وجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين أما أهل البيت عليهم السلام كل واحد من أهل البيت عنده 72 حرف من السر الأعظم طيب الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بالبرخية وصي سليمان سلام الله عليه وعلى نبينا وآله من الذي عنده علم الكتاب بأسره طبعا أجمع المفسرون إرساليون بأن الذي عنده علم الكتاب بأسره هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه بحيث أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها من أراد المدينة فليدخل من بابها وقال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه سلوني قبل أن تفقدوني والله ما من آية نزلت في ليل أو في نهار في حر أو في برد في وادي أو في غير ذلك والله إلا أعلم تفسيرها وبمن نزلت طبعا كرامات للأم المعصومين سلام الله عليهم أجمعين كرامات أميرونين كثيرة لكن ليس بصدد كرامات الآن معاجز المعاجز للأنبياء المعجز هو الشيء الخارق للعادة يعني كل نبي جاء بمعجز موسى جاء بالعصى مثلا وغيره من العلماء الأنبياء كل منهم جاء بمعجز والمعجز هو الشيء الخارق للعادة أما الأم المعصومين سلام الله عليهم أجمعين لهم كرامات عديدة فنذكر كرامات الإمام الحسين سلام الله عليه متلقل أنه كرامات الإمام الحسين عليه السلام من ضمن الكرامات للحسين سلام الله عليه لما ذهب إلى بيت وهب كما قرأت في المرويات عن أهل بيتي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت وهب وطرق الباب خرجت عجوز تتكع على عصاه قال هل في الدار رجل؟ قالت نعم ذهب مسافة بعيدة لجلب الماء الإمام الحسين عليه السلام كان بيديه رمح ضرب الرمح على الأرض وإذا نبعت عيون متعددة يعني هذا الرجل الذي كان هو وهب كان يأتي بالماء من نصف نهر تقريبا فالإمام لما علم بهذا هنا حدثت الكرامة وضرب الأرض وإذا نبعت عيون بعد أم سلمه لما أراد الإمام الحسين عليه السلام الخروج من المدينة إلى العراق طبعا قالت له بني إن جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني قارورة وهذه القارورة فيها تراب فقال يا أم سلمه متى ما تتحول هذا التراب إلى دم عبيط فاعلمي أن ولد الحسين مقتول في كربلاء فقال له الإمام الحسين عليه السلام قال لي أم سلمه أمه ولو شئتي أريتك يعني مضجعي ومقتلي في كربلاء هنا حدثت الكرامة أشار الإمام الحسين عليه السلام كما جاء في المرويات إلى الأرض انخفضت وإذا بأم سلمه تنظر إلى واقعة كربلاء وهذا طبعا مش شيء عجيب لأن أمير المؤنين سلام الله عليه يقول قولوا فينا ما شئتم ونزهونا من الربوبية كل شيء نقول بأهل البيئة عليه وسلم لأنهم تحت الخالق فوق المخلوقين فقولوا فينا ما شئتم ونزهونا من الربوبية فشاهد الكلام حدثت هذه المعجزة أو الكرامة للإمام الحسين سلام الله عليه وكرامات عديدة بعد ابن حوزة ابن حوزة لما نظر إلى الحسين في اليوم العاشر قال أي حسين تعجلت بنار الدنيا الإمام سلام الله عليه دعا بهذا الدعاء اللهم محزوا إلى النار وإذا ينظرون إلى ابن حوزة تلهبه النار هذا طبعا كرامات فضلا عن الرأس الشريف الذي تكلم في الكوفة وبنفس الوقت لما أدخل الرأس الشريف أي رأس الإمام الحسين عليه السلام وهذا كلامه الإمام الحسين عليه السلام إن من هوان الدنيا على الله أن يطاف برأس يحيى بن زكريا في البودان ويهدى إلى بغيم البغايا بني إسرائيل وكأني برأسي يطاف في البلدان ويهدى إلى بغيم البغايا بني أمية وفعلا طيفة برأس الحسين عليه السلام من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام فعندما أدخل الرأس الشريف إلى الكوفة إلى قصر الكوفة وإذا بنار تلحق عبيد الله بن زياد وهرب وإذا بالرأس يتكلم إن لم يا ابن زياد إن لم تصبك هذه النار في الدنيا فهي مثواك في الآخرة فتكلم الرأس وهنا حدثت أيضا كرامة للإمام الحسين سلام الله عليه الرمح الذي وضعوه على بيت ديراني الرمح وإذا ابن الصليل يعني بطريقهم إلى الشام ابن الصليل وإذا نور من مكان الرأس إلى عنان السماء نظر هذا النصراني سألهم هذا رأس من قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطب ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رأس ابن ابنت نبيكم قالوا بلى قال والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا أحداق يعني بداخل العين نخليه وأنتم هذا رأس ابن ابنت نبيكم هكذا تفعلون به أما تعطوني هذا الكلام للمسيحي النصراني أما تعطوني هذا الرأس سواد هذه الليلة فأخذه ومسح الدم والتراب عنه وأصبح الصباح سلمه إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله هذا النصراني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زين فشاهد الكلام أسلم على رأس الإمام الحسين سلام الله عليه ورواية في طريقهم عند مرورهم يعني بطريقهم من الكوفة إلى الشام وإذا بالرمح الذي عليه رأس الإمام الحسين عليه السلام نبت في الأرض ولم يتحرك جاء إلى عبيد الله بن سعد ماذا نفعل؟ قال سلوا زين العابدين سلوا الإمام علي بن الحسين ذهبوا إلى الإمام سألوا الإمام زين العابدين عليه السلام عن هذا الأمر أنه الرمح الذي عليه رأس الحسين عليه السلام لم يتحرك قال تفقد الأطفال طفل أو طفلة وقع وإذا بزينب الحوراء تناديهم بأسمائهم بعد ذلك نادت بني سكين لم تجيبها فرمت زينب سلام الله عليها رمت بنفسها من الناقة إلى الأرض وأخذت تمشي مسافة بالحجر والمدر والشوك وإلى أن وجدت امرأة كما قرأته وهذا مو غريب عند أهل البيت قلنا أن أمير ونيعي السلام قولوا فينا ما شئتم ونزهونا من الربوبية وإذا بامرأة زينب تتكلم مع هذه الأمرأة أخيه هذه ابنتنا وإذا بالجواب منها أمه يعني فاطمة سلام الله عليها بني زينب أنا لم أترك أولاد الحسين سلام الله عليه فهم حاضرون وفاطمة سلام الله عليها عند استشهاد الإمام حسين عليه السلام تنظر وتأتي في ذلك اليوم أيضا يقال للخلاء غضوا أبصاركم فتأتي فاطمة تجوز على الصراط والخلاء كلها تغضوا أبصارها وإذا بين يديها رأس الإمام الحسين تجد الحسين عليه السلام أو رأس الإمام الحسين عليه السلام نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه وجنبنا معاصيه وأن يرزقنا شفاعة محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر